حياكم الله إلى التفاصيل استهل جلالة الملك عبد الله الثاني زيارته إلى أستراليا بمباحثة عقدها مع الحاكم العام بيتر كوسغروف تناولت سبل تعزيز التنصيق في مجال العلاقات الثنائية وأزمات المنطقة ومستجدتها وكما تناولت المباحثات التي جرت بحضور جلالة الملك رانيا العبدالله وعقيلة الحاكم العام لأستراليا الحرب على الإرهاب وتدعيات الأزمة السورية وأكد جلالة الملك والحاكم العام لأستراليا في مباحثاتهما على القيام المشتركة التي تجمع البلدين وسعيهما لتحقيق السلام في العالم كما بحثت جلالة الملك مع زعيم الاتلاف الحاكم في مجلس الشيوخ الأسترالي المدعي العام وزير العدل ومساعد رئيس الوزراء لشؤون محاربة الإرهاب وقيادات أمنية أسترالية بحثا أليات تعزيز العلاقات مع أستراليا في مجالات محاربة الإرهاب والتعاون الأمني والقانوني وضرورة تبادل الخبرات بين البلدين في هذا الخصوص وشدد جلالة الملك على أن محاربة الإرهاب تتطلب انتهاج استراتيجية شمولية في محاربة الإرهاب وعصاباته كونه بات يهدد الأمن والسلم العالميين مؤكدا أهمية موصلة الجهود الإقليمية والدولية في التصدي للإرهاب وعصاباته ضمن استراتيجية شمولية للحفاظ على أمن واستقرار العالم أجمع